أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير بالقرى المستعدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة يهدف إلى توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال تفقدها المنطقة اللوجستية في طنطا وما تم من أعمال تطوير على كورنيش المدينة وتعد المنطقة التجارية والوجستية بمحافظة الغربية أولى وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظة مصر حيث توفر أكثر من خمسين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع وتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة بنسبة ثمانين بالمئة